مصر وقعت اتفاقية يوم الجمعة اللي فاتت مع دولة الإمارات الشقيقة واللي معروفة بالصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير وتنمية رأس الحكمة بصراحة شديدة مشروع رأس الحكمة بيعتبر احدى ثمار خطط التطوير والتنمية العمرانية في الدولة خلال العشر سنين اللي فات خصوصا انه لو هنتكلم عن مشروعات البنية التحتية تحديدا طيب عشان نتكلم عن تفاصيل هذا المشروع معانا ضفنا اللي بنوارنا فيه السوديو المهندس احمد حسن خليل وهو خبير التنمية العمرانية بشمهند السبع الخير اهلا وسهلا السبع الخير يا اهلا بحضرت منوارنا فيه في البداية وزي ما كانت جمهنا بتتكلم ازاي نعاكست مشروعات البنية التحتية اللي دال اشتغلت عليها خلال الفترة اللي فاتت في هذا المشروع طيب بسم الله الرحمن الرحيم في الاول نقول رأس الحكمة فين وايه خطط رأس الحكمة وايه تاريخها لان ده حاجة مهمة جدا يعني لان ممكن يكون من ضمن تأخير التنمية في بعض المناطق فايدة انها تتنمى دلوقتي في ظل التنمية اللي احنا شغالين فيها او الدولة شغالة فيها اولا الرأس الحكمة هي قرية من قرى محافظة مطروح من الساحل الشمالي الغربي اللي هو من غرب اسكندرية وصولا لحدود الدولة المصرية مع ليبيا بطول 400 كيلو هي تبعد حوالي 170 كيلو من اسكندرية بطول 50 كيلو على ساحل البحر اللي بيض المتوسط وتبعد حوالي 80 كيلو عن محافظة مطروح كانت معروفة طول عمرها ان هي منطقة الصراحات للملوك والرؤساء انشأها الملك فاروق سنة 48 ان هو عمل فيها الصراحة للملك وللأسرة وللوزراء عشان المنطقة تمتاز بجو غير طبيعي وشاطئ غير موجود شواطئ رأس الحكمة او شواطئ الساحل الشمالي هي من اميز الشواطئ اللي موجودة في العالم كله رأس الحكمة كما كان لما احنا نيجي نبص عليه هنلاقي ان هو يتوسط المسافة ما بين سواحل اوروبا وما بين الدول العربية كلها بكانتر احنا على مسافة اربع ساعات طيران من كل دول اوروبا ومن كل دول خليج العرب الساحل البحر الابيض المتوسط يمتازن هو فيه 30% من سياحة السفن الكروز اللي موجودة كلها في العالم كل فده مكان عالم حاجة تانية هو في سنة 75 صدر قرار جمهوري باخلاء المنطقة دي لاستثمرها سنة 75 لغاية احنا سنة 24 حضراتك شوف كم سنة لم يتم استثمرها ودي ممكن يكون نقطة جاذبة في الموضوع النقطة اللي بعدها ان احنا جينا سنة 2020 اصدر قرار جمهوري سيادة الرئيس بنقل ولاية الاراضي دي كلها من محافظة مطروح لهيئة المجتمعات العمرانية لعمل مخطط شامل ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها ان احنا ممكن استفادنا ايه من كل الخطوات طيب الساحل الشمال الغربي سنة 2010 رأس الحكمة دي لو جينا عرضناها للاستثمار سنة 2010 سنة 2005 في اي فترة هل كانت تجيب لنا الصفقة اللي احنا بنتكلم عليها ده اكيد لا طب ليه السبب ايه السبب انا كدولة صرفت ايه كمقدرات تقدر تثمن الصفقة دي او كاي ارض موجودة في الساحل ايه القيمة المضافة اللي انا حطتها قبل معرض حكتي ودي اهم حاجة احنا يمكن كنا تكلمنا قبل كده ان احنا فيه سمار التنمية حصاد بتاع التنمية جينا اتكلمنا على العاصمة الادارية لما قلنا ان منطقة المرور والترافك قال فيه منطقة وسط البلد ان طرق ان زمن الرحلة قال طب ايه النهاردة ايه النهاردة الحصاد ايه حصاد ان انا لما جيت عملت طريق طورت طريق زي طريق مصر اسكندرية خمس حرات غير خمس حرات داعم طورت طريق وادي النوترون طرات الطريق طورت طريق الساحلي عملت محور كامل اسمه محور الضبع خلاص لما انا عملت المنطقة دي طيب هل دا بس ينفع ان انا اكمل فيه استثمار لا انا محتاج قدرة كهربائية بقى عندي محطة اسمها محطة الضبع النهوية تقدر تطلع قدرة كهربائية تنمي كل منطقة الساحل الشمال الغرب هل دا بس طيب وزارة النقل نمسك تطوير مينة اسكندرية تطوير مينة الدخيلة تطوير مينة جربوب بس كده خطار الكهربائية طيب بقية الوزارات عند المتحف المصري طيب راس الحكمة فين بقى من دا كله المجتمعات العمرانية قبلها تطوير مدينة العالمين الجديدة كل الكلام دا يخلي المستثمر الدولة دي مجهزة كل حاجة هو مش هيجي عشان يعمل طرق هو مش هيجي عشان يعمل قطر سريع هو مش هيجي السايح اللي هو ما هو في الاخر التنمية ويمكن كان فيه احنا كنا بنتناقش ابلها بينقول ايه ليه نزع لنا يمكن الناس تبقى زعلانة لو كانت فاكرة ان التنمية اللي معمولة هي تنمية تنمية شليهات تنمية وقت للصيف بس الناس روح تصيف اما بالعكس ده تنمية معمولة تنمية في نفس النقطة بقى فاند برضو خليني انا يعني هلعب دور زي بيقوله كده ديفلز ادفكات او محامي الشيطان واسأل سؤال ممكن يخطر في بال اي يعني المشاهد اللي بيسمعنا البقاء ايه الفرق ما بين مطور جاي يستثمر في مكانه سؤال رائع دولة بتطور يعني هي هتصرف كل المصروفات وهتبقى مسؤولة عن نفس المكان وهندي امثلة يعني يمكن السؤال هيتفهم في اخره وتصرف طول عمرها على صيانة هذه البنية التحتية وعلى وعلى كل المشاكل اللي تحصل في مكان التطوير مطور يطور هيقدر يروح يجيب اكبر استشاريين في العالم هيقدر يشوف استثماراته هتبقى عيد عليها ازاي ايه الفايدة من الدولة ومن المواطن احنا كلنا عندنا امثلة في مصر بسيطة كلها عندنا الجونة عندنا مدينتي عندنا بقية المجتمعات بقى اللي موجودة حضرتك في الجونة وفي مدينتي هل المواطن بيدفع تكلفة الصيانة المواطن المصري من ضريبه بيدفع تكلفة الصيانة لو حصلت مشكلة في الطرق جوه لا المطور نفسه اللي بيتفعها خلاص انا مبتفعش من ضريب حاجة للناس اللي عايشة في المجتمع ده ولا بشيل اعباقهم طيب حضرتك بقى التجمع الخامس لما بيحصل اي مشكلة في الصيانة مين اللي بيتفعها الدولة صحيح فده ده 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 حاجة طب تعالي بصي على الفكر الكامل الرجل المستثمر يقدر يجيب استشاري واثنين وثلاثة ولو ما عجبوش يا روح يعمل مسابقة هل دي في قدرة الجهة الحكومية مش ممكن خلاص طب هو وهو قاعد يقدر يغير من فكرة التطوير يقدر ان هو كان شايف ان فيه فندق هنا محتاجه خمس نجوم لقى ان الطلب العالمي على الاربع نجوم يقدر يغير مليون في المية ان انا بدي التطوير التطوير كامل لمطور انا اللي مستفاد كمواطن انا اللي مستفاد كدولة كلنا عارفين العوائب يعني كلنا شفنا لما اي مكان بيتعمل كمية التنفيذ الاعمال اللي فيه بتبع عيدة على المواطن عاملة ازاي طيب اتكلمنا عن هذا المشروع وقال انه هيوفر عدد كبير جدا من فرص العمل ايه طبيعة المشروعات اللي هتكون موجودة فيه تنمية منطقة رأس الحكمة منطقة رأس الحكمة تخطيطها بالزبط ويمكن احنا كنا طرحين فكرة اللي اتعرضت من احدى منظمات الامم المتحدة اللي هي ال-UN هابيتات كانت عاملة في 2014 تخطيط كامل للمنطقة دي على غرار مدينة العالمين الجديدة هي المنطقة الشاطئية منطقة ساحية كاملة المنطقة الخلفية منطقة سكنية وجامعات المنطقة الخلفية هي منطقة صناعية ومنطقة زراعية هو الميزة بقى في منطقة مدينة العالمين الجديدة ومنطقة رأس الحكمة والمدن الجديدة اللي بتتخطط دلوقتي ان هي نقدر ناخد منها التنمية المستدامة مش هيبقى الساحل الشمالي هو فترة الاربع شهور الصيف وكل الناس تقفل شغالك للسنة هيبقى طول السنة لان هيبقى فيه جامعة هيبقى فيه مصانع فيه مناطق حرة هيبقى فيه ميناء الجو عندنا في الشتاء حتى هو كويس لدول كتير تقدر تيجي اما هي مش اربع شهور احنا عندنا ما بين ساحل البحر اللابيض وساحل البحر اللاحمر فيه شوية اختلفات لو اي حد بص عليهم ساحل البحر اللابيض هي قرى للمصريين بدون اي نوع من انواع الفنادق والسياحة ساحل البحر اللاحمر هي فنادق بدون اي قرى للمصريين احنا دي من ضمن الحاجات اللي ايه اللي محتاجة ان احنا نبقى عندنا تخطيط متكامل مستدام فهو اللي معمول في التخطيط لا هي مش مدينة سياحية هي مدينة لكل طبقات المصريين تلاقي فيها المدينة زي مدينة العميلة بزبط فيها سكن اجتماعي فيها سكن متوسط فيها سكن فاخر فيها سكن سياحي فيها فنادق فيها جمعة فيها مناطق اقتصادية وفيها مصانع فهي تنمية متكاملة مستدامة حصاب سمر عشر سنين من البنية التحتية اللي ما كانتش مش ممكن احنا النهاردة يعني الكلمة اللي احنا عايزين نقولها لو ما كانش كل الطرق اللي اتعمل كل البنية التحتية تاني لان دي اهم حاجة في الموضوع هي مش ارضها تطور هي سمر هيجي بعدها مناطق كتيرة جدا بناء على البنية التحتية اللي تم تنفذها طيب باش مهندس احمد بشكل براجماتي بحت يعني عايزة اعرف من حضرتك احنا كدولة وكمجتمع هنكلم اقتصاديا اجتماعيا انعكسات هذا المشروع وفكرة جذب المستثمرين وجذب مشروعات زي هذا المشروع تحديدا هتنعكس ازاي علينا احنا هنستفيد منها ازاي طيب هو اولا كلنا شفنا اللي حصل الاعلان بس احنا اهلنا نفسنا الاعلان نفسه عن احنا اهلنا نفسنا كبنية تحتية صمرة التأهيل ده والجهد اللي حصل ان اول ما بقى عندك ارض عليها مستثمر اجنبي بغض النظر عن الجنسية هو مستثمر اجنبي خلاص هو ما فيش حد بيدي حاجة ببلاش هو مستثمر عارف انه هو هيقدر ينمي ويستثمر امواله في هذا المشروع اول صمرة جت على المصرين كلها انه بقى فيه توفير للعملة الاجنبية حصل الخفاض في ثلاث ايام غير طبيعي على كل العملة الاجنبية طب ايه تاني كلنا مدركين يعني العمران هي عمران في الارض خلاص هي عمار في الارض العمران الواحده معاه حوالي 174 مهنة بتشتغل عليه كلنا كنا بنشوف اماكن الانشاءات اللي موجودة في العاصمة الادارية كان من اول البنة والمبيض لغاية السواق لغاية الرجل اللي بيعمل الاكل كل دولت بيروحوا في عائلاتهم بيحصل نوع من الانواء التنمية ولكن نحن نكمل بنتكلم بقى على مدينة كاملة يعني بعد ما تنتهي هيبقى فيه فندق وهيبقى فيه مرسى يخوت يعني فيه سياحة يجوا من بره هذه بعملة اجنبية مستدامة طب فيه منطقة صناعية وفيه ميناء عندنا ميناء جربوب او قاعدة 3 يوليو ميناء كامل معمول غرب لكن خليني بس يا بشمونس قبل ما تنتهي هذه المدينة بالكامل وتكون المنشآت خلاص على التشغيل يعني في عملية البناء وكده وحدك بتتكلم من المعروف ان العمالة المصرية عمالة مهرة واقل فيه التكلفة فبالتالي بيعتمد دايما المستثمر على حاجة زي دي او دي من الحاجات اللي بتجذب المستثمر لمصر هو احنا بقينا مهرة في العمران يعني احنا في الانشآت احنا دلاتي 3 تربع الشركات موجودة في السعودية وموجودة في العراق وموجودة في ليبيا هو مليون في المية من نقاط الجذب لي انه هو هيستخدم المهندسين والشركات المصرية صحيح واوفر له كمان انه مش هادر يجيب الاف العمال من برد طبعا طبعا هي كل هي اكتر من كام مليون فرصة عمل ومستدامة انا زي ما بقول له حراك هتلاقي انتقال الخبرات انا جبت بانا في اول 4-5 سنين بعد كياه جبت طاهي وكياه جبت موظف وكياه جبت مصنع وكياه جبت مزارع وهكذا وبعدين هي برضو النقطة اللي احنا نبدأ نتحرى فيها هي الافتدامة انت عندك منطقة كاملة حضرتك ما تنساش هي من ليبيا يعني برضو اشقاءنا في ليبيا لما يحب يروح انا عايز اقول لحضرتك من بعد 5 سنين راس الحكمة ما ظنش ان فيه ناس في مصر لان هي هتبقى المنطقة لوحدها جذبة للناس تجيلها مش الناس من مصر تسافر بره طب هل يعني حسب التطوير اللي حصل في البناء التحتية والخدمات المغذية حتى لهذه المنطقة تحديدا ومش بس الحقيقة المنطقة دي فقط لكن يعني في مصر كلها فيه تطوير وتنمية بشكل كبير جدا نقدر نقول ان دي نقطة انطلاق لجذب مشروعات استثمارية كبرى اكتر بداية الحصاد انا بقول لحضرتك العشر سنين اللي فات كان فيه فترة منهم فترات انا يعني بعمل علاج بسرعة جدا بعد كده فترات انا بعمل بنية تحتية مستدامة ده بداية الحصاد حضرتك راس الحكمة الوحدها طب فوكا جنبها بقى النهاردة عاملة ازاي طب مطروح نفسها بقت النهاردة عاملة ازاي سيدة عبد الرحمن من اول اسكندرية خلاص كل المناطق دي النهاردة انا بكلم حراك في نفس اليوم كل المناطق دي حصل لها تنمية وهي حصل لها تنمية اكتر خلاص بنفس الفكرة لو رحنا للمنصورة الجديدة لو رحنا انا بقول لحراك دي بداية الانطلاق النهاردة المطاة الصناعية اللي هتتعامل في مدينة العالمين او في مدينة راس الحكمة كنت ممكن تفكري طب احنا الصناعة هو بداية الانطلاق لان هو الرجل عايز يجي يفتح مصنعه ويلاقي مكان يبيت فيه الناس مش يوديهم مصر ويجي خلاص وبعد كده يسكن وبعد كده يلاقي فندق يعمل فيه اكتماعاته بس خلي بال برضو تاني هي بنية تحتية ومدن يعني لو ما كانوش شافوا العاصمة الادارية لو ما كانوش شافوا مدينة العالمين اتعملت خلاص وده يقول له تكلفة وجه من ساعتها تغذي انا بقول له حركة هي بداية الحصاد هي مش اجمال الحصاد هي بداية الحصاد صحيح كان الناس كمان اللي كان بتسافر دايما مطروح كان الطريق بالنسبة لهم متعب قوي كان الطريق ضلمة زمان فشيئا فشيئا بدأنا نشتغل على طريق الساحل وعملنا مدينة العالمين دلوقتي راس الحكمة فطول ما احنا ماشيين بننمي وبنطور فيه المنطقة حد ما نوصل لمطروح هو ارجع تاني لنفس النقطة الجميلة اللي حراكلتها كان فيه حد ييجي وهو الطريق ضلمة وهو حرطين كان يقدر حد ييجي ينمي كمستثمر ومش كمستثمر اجنب ما هي الارض فاضية ما هي الاراضي كلها كانت فاضية يعني هي الاراضي فاضية انا بقول له حراكة من سنة 25 هنعمل فيها مدينة خلاص ومنها فاضي واش مالها فاضي لما الطريق توسع لما طريق الضبع زمن الرحلة بقى من ساعتين ونص لتلاتة من القاهرة وجهة للمستثمر هو المستثمر مش عايز غير كده مع شوية حاجات تانية تتكمل وخلاص زي ما حد يتكلمت في نقطة الاستدامة استدامة الخدمات كمان في نكلم مدينة العالمين او في هذا المحور بشكل كامل لانه زي ما يكون من الكلام حتى فيه اراضي زراعية ومشاوعة زراعية كبرى موجودة وفيه اعمالة كمان متعلقة بالزراعة ومتعلقة بالبناء والتشريد وما الى ذلك بس فكرة استدامة الخدمات من قبل الدولة حضريك شايفه ازاي الفترة الجاية انها زي ما بنقول كده فيه بنشمارك خلاص يعني فيه مستوى خلاص الدولة ما تقدرش تنزل عنه انها بالفعل قدمت مستوى متطور جدا طيب هو في وسط الاستدامة ولو ما نجيب سرط الدولة انا ليه بس طلب واحد يمكن المتخصصين يفهموني اكتر احنا شفنا صمر التوحيد جهات الولاية على الارض لما بيبع عندنا هيئة مجتمعات عمرانية وراها هيئة تخطيط عمراني بتعمل تخطيط ازاي بقدر استثمره فاول طلب لاستدامة مصر كلها وده طلب انا يعني من عند حضراتكم لدولة رئيس الوزراء توحيد جهات الولاية يبقى جهة واحدة العمران تختص بيه هيئة المجتمعات العمرانية المهمة تختص بيه بقيات الهيئات هيئة التخطيط العمراني عندنا هيئة ولا اروع من كده من الخبر اللي فيها تبهيها المختصة بتخطيط جهة واحدة جهة على كل الجهات بالزبط فدي اول حاجة الاستدامة اللي احنا من دلوقتي اللي هو الشروع بسرعة جدا في بناء المدن والقرى الخاصة ان العمالة دي ما تروحش برضو ترجع انت كل حضرتك الناس اللي بتشتغل في كل القرى السياحية اللي موجودة على ساحة البحر الأحمر هما بيعودوا 15 يوم ينزلوا 5 ايام عشان الظاهير بتاعهم ما فيش قرية للموظفين خلاص قرية فلو انا في المدينة دا اول حاجة هما طبعا الاهالي اهالينا هناك في المدينة بينقلوا جنوب الطريق انا بقى الموظفين اللي جهيجوا عندي دولة انا في خلال السنة دي مفروض يبقى عندي 3 ا4 قرى نموذجية كاملة بمدرسها على جميع المستويات او على الاقل يبقى من العالمين او على الاقل من سيد عبد الرحمن لو انا نقلت الناس اللي هيشتغلوا هناك خميس وجمعة ولا كل اسبوعين اسبوع ينزل بلد ويقعد دي هتبقى مشكلة كبيرة طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيلا شكرا شرفتنا ونورتنا المهندس احمد حسن خليل خبير التنمية العمرانية شكرا لحضرتك اهلا وسهلا شكرا شكرا حضرتك شكرا شكرا لحضرتك